اشتركوا في القناة على قد ما بيبقى الوضع صعب على الطفل نفسه وعلى قد ما بيكون أصعب بالتأكيد على الأهل لكن ما فيش صعب على رحمة ربنا ولا على الطب وبما إن حاولوا كسل العين من أبرز مشاكل العيون عند الأطفال قررنا النهاردة نتكلم عنها مع ضفة العزيزة الدكتورة هيبة متولي استشاري أمراض عيون الأطفال وعلاج الحاول أهلا بك يا دكتورة مشرفانا لأول مرة أهلا وسهلا إيه حكاية كسل العين وإيه سببه إيه اللي يخلي الطفل عينه تبقى كسلانة يعني الكسل العين هو من أهم الموضوعات يعني اللي احنا بنعتبرها تشالينجينج فيها تحدي آه شوية فيه عيون الأطفال أيها وكلنا يعني كلنا بنسعى طول الوقت إن احنا نتجنب ونعالج نتجنب ان الطفل يحصلوا كسل العين أو نعالج الطفل اللي حصلوا كسل العين كسل العين يعني إيه؟ يعني الخلايا العصبية اللي مسؤولة إن هي ترجم الصورة اللي احنا بنشوفها في المخ إحنا متفقين طبعا وهي معلومة شائعة إن احنا بنشوف بالخلايا العصبية اللي في مخنا في المخ مش بالعين نفسها بالذب فالخلايا العصبية المسؤولة عن الرؤية دي لو حصل إن هي ضعفة فبيحصل ما يسمى بكسل العين وده التعريف العلمي ولكن اللي يهم المريض التعريف التوضيحي البسيط إن هو في الآخر كسل العين يعني شخص بيلبس لنا الدارة مش بيقدر يشوف 6-6 أو بيعمل عملية برضو مش بيقدر يشوف 6-6 عمل ليزك مش يشوف 6-6 شال مايا بيضاء ما بيشوفش 6-6 بإن الخلا الجوة بالذب في الخلايا اللي بتستقبل الصورة بالذب إحنا وظفتنا كاستشارين عيون أطفال إن إحنا نحافظ على عين الطفل من صغره إن هي ما تتعردش لي كسل العين orientation إذا بقى إن إحنا بنتجنب أي سبب يؤدي أو يمنع تطور الخلايا العصبية في المخ دي بشكل سليم ده كان سؤال الثاني بقى إيه هي الأسباب أي هي الأسباب الأسباب يعني أي سبب هيؤدي إلى عدم تطور الخلايا العصبية في فترة الطفولة بشكل سليم في المخ هيؤدي إلى كسل العين يعني الخلايا العصبية دي أسنبت تتطور بشكل طبيعي في أول سنتين من عمر الطفل أي سبب brace هيعيق هذا التطور هيؤدي إلى كسر العين زي الطفل يكون محتاج نضارة ومش بيلبسها يكون عنده مية بيدة ومش معالجها يكون عنده حول ومعالجوش وأهمله فيؤدي إلى كسر العين أي سبب يمنع تطور الخلال العصبية ويمنع أن الضوء يدخل العين والصورة تتكون بالشكل سليم على الشبكية وبالتالي في المخ هيؤدي في الآخر إلى كسر العين وضعف الخلال العصبية أنا عايز أقول كمان للأهل إن كسر العين لو استمر ومعلجناش السبب العين دي هتبقى بلا قيمة بالزبط يعني كأنها مش موجودة بالزبط ودي حاجة خطيرة جدا بالزبط طيب إعلقت بقى الحاول بكسر العين لأن الحاول أكتر سبب يعني شائع أكتر من مية بيضة أكتر من مشاكل اللي حداك قلتها أكترهم الحاول فالحاول إمتى يسبب كسر العين الحاول يعني ليه علاقة بكسر العين كبيرة وخصوصا في مجتمعنا لأن إحنا عندنا في مجتمعاتنا عندنا شائعات اللي هو ده لسه صغير استنى لما يكبر بعينيه بتتعدل ده حاول مش حاول ده حاول مش حاول ده أصل حرام أصل صغير ما تلبسوش ندارة حرام أصل صغير ما تعملوش عملية استنى لما يكبر الحاول مرتبط بالكسر طبعا هو من أهم الأسباب اللي تؤدي إلى الكسر لأنه شائع جدا في الأطفال ولكن في مجتمعنا كمان الموضوع ده منزود الطين بالله لأن إحنا عندنا شائعات خاطئة بخصوص عيون الأطفال ده صغير وهيلبس إزاي ندارة في حين ندارة تكون علاج الحاول ما تعملش عملية في حين أن العملية تكون العلاج الوحيد للحاول فإهمال الحاول في مجتمعاتنا بيخليه مرتبط ارتباط شديد بكسر العين فعشان كده دايما دايما يعني بيبقى مربوط دايما الحاول والكسر كلمة الحاول بكلمة الكسر بخصوصا في الأطفال وفي مجتمعاتنا طيب إحنا نتكلم عن العلاج بعد شوية لكن إيه الفرق ما بين حاول في طفل وتعالج أو ما تعالجش وما بين حاول ماكتشفوش اللي هو كبير أو يجي لك بي وهو كبير الفرق بيكون إزاي الحاول في السن الكبير نوعي يأما حاول مكتسط يأما حاول مهمل من الصغر أوكي تمام الحاول المهمل من الصغر ده خلاص يعني هو حاول مهمل من الصغر أصبح قدى إلى كسل ولكن استال بنقدر نصلحه جراحيا في أي وقت بنصلحه بعملية لكن مش نرجع العين لكن وظيفة العين بتبقى حصل لها ضعف طيب الحاول المكتسب ده يأما حاول أنا بسميه دايما حميد يعني حاجة حاول متقطع ظهر في ضعف في العضلات مع الوقت يعني ضعف في قدة العضلات النتا التحد وتخلي العينين على وجه مستقيم يعني مع الوقت أو مع السن وده بيحصل زي الحاول الوحش المتقطع اللي هو منتشر جدا جدا وده علاجه عملية أو الحاول التاني اللي بيقولنا إن فيه خلل في الأعصاب وده بقى الحاول لأننا دايما بقول إيه الرؤية المزدوجة الحاول اللي هو خلل في الأعصاب اللي هو بيؤدي إلى الرؤية المزدوجة عشان دايما كده أول ما تشوف الصورة دابل أول ما تشوف الرؤية مزدوجة فلازم على طول تتواجه لدكتور عيون متخصص في إسدوجية الرؤية والحاول وهو عموما كل اللي كلمت عنه ده بحتاج الدكتور طبعا يعني ما فيهوش انتظار ما فيهوش اجتهاد سواء في طفل أو في كبير طبعا لازم دكتور العيون لو أنا يعني بحس ساعة إن عيني بتحدف مني أو حد بيقولك على آخر اليوم لما أتعب خلي بالك بنت عنيك سرحة ممكن أستنى أروح للطبيب الأسبوع اللي بعده لما نشوف الصورة مزدوجة فجأة واصحة منهم ألاقي الصورة مزدوجة لازم على طول نزوره فورا للدكتور طيب نجي للعلاج بقى الخطوط العامة في علاج الحاول عند الأطفال خلينا نقول إن علاج الحاول عند الكبار ده خليه على جنب هو غالبا في الآخر هيحتاج عملية ونعملها في أي سن حتى لو حتى 70 سنة مش مهم لكن نيجي بقى على حتة الحاول في الأطفال الحاول في الأطفال إن دايما ببسطه للناس أقول له اعتبر إن الحاول بدل ما نقعد نشرح لك إن هو ساعات برة وساعات للداخل وساعات فوق وساعات تحت رأسي أو أفقي اعتبر إن الحاول ده بالنسبة لك أنت كمريض أربع أنواع فيه نوع علاجه عملية بس والطفل مش محتاج نداره وفيه نوع تاني علاجه ندارة فقط يعني هيلبس الندارة الحاول هيختفي تماما فيه نوع تالت علاجه جزء منه الندارة وجزء منه هيتصلح بعملية وفي الحالة دي لازم أحترم الجزء اللي بيصلح بالندارة أصلحه بالندارة والجزء اللي بيتصلحه بعملية لازم أصلحه بعملية نيجي للجزء للنوع الرابع بقى اللي هو شخص عنده حاول بس محتاج ندارة بس الندارة ملهاش أي علاقة بالحاول اللي عنده هيعمل عملية للحاول لأن الحاول بتاعها محتاج عملية وهي البس ندارة لأنه لا بس ندارة عشان يشوف بسبب تاني عشان يشوف قصر نظر طول نظر بالزبط فيعني دايما أنا ببسط موضوع الحاول بالنسبة للمرضى بالشكل بالطريقة دي طيب انتشرت بقى دلوقتي موضوع الليزك والليزك تقدم جدا وبقى بيعالج حاجات كتير وبيصحح النظر لكن انتشر حكاية ان بعض الناس وبعض الجهاد بتروج للليزك في الحاول في الاطفال في طيب رأيك ايه؟ الليزك ده تقنية آمنة ومتقدمة واحنا بنعمله لكل الناس كتير جدا ويعني فيه فراية تزمنه انواع كبيرة ولكن الليزك تقنية غير صالحة لعيون الاطفال الطفل عينه لسه في فترة النمو وفترة التطور ودامه سنين طويلة من العمر لسه هيعيشها القرانية بتاعته غير صالحة لان انا استخدم فيها الليزك لان هو لسه لازال في فترة التطور في امها هيكبر وبعد العين بتاعته هتتغير وكده كده هيرجع يلبس نظارة او ان القرانية بتاعتها هتضعف نتيجة لان انا ادت لها ليزر لان الليزر حركة يعني معروف ان هو بيعمل زي ثنينج في خلايا الار بيرفع خلايا قرانية فانا بيرفع خلايا قرانية لسه بتنمو لسه قدامها عمر طويل قوي من الحياة فممكن ادخلها في امراض تانية احنا في غين عنا تحتاج بقى العمل اكبر فالليزك تقنية غير مناسبة للاطفال قولا واحدا قولا واحدا حتى كان فيه برضو situation ان هو لما يكون فيه فرق كبير قوي بين العين للعين وعين فكانوا مجازا يعني ممكن نعمل فيها ليزك ودي فيها خلاف يعني ممكن نقول لو عين اصلي العين مثلا ماينس تن مثلا او ماينس عشرة وعين مثلا ما فيهاش نظار ساعتها بقى احنا ممكن نختلف يعني ممكن انا اقول لحضرتك لا انا لا ارجح ليزك فيها مدارس بقى وقراء فيها مدارس ولكن اتجاه العالم كله حتى في النقطة دي بدأ يبعد خالص عن ليزك في الاطفال تمام 思ية الليزك كمان ليش اي علاقة بعلاج الكسل concentrated يعني منوش اي علاقة بعلاقة كسل العيون خالص وما فيش حاجة اسمها اصلي الليزك ده تقلال الاطفال ما فيش حاجة اسمها ليزك اطفال ده يخورد للافرة���بة مش حاجة اسمها ليزك اطفال الجهاز مخصوص للج Laureezek للاطفال وده مش رأي دكتور هيبهمتولي ولا رأي اي الكاترة زملاء مسلا موافق اني رأيي ولكن ده رأي الجمعيات العالمية المتخصصة في جراحات عيون الأطفال والحاول ممتاز أم أشكر حديك على الأمانة دي الحقيقة حاجة مهمة جدا وفصوصاً ما نيجي في العين يعني طيب إحنا برضو برنامجنا دايماً بيدي أمل فالناس اللي يعني أهملت أو ما عرفتشي أنها هتعالج أطفالها في السن المناسب للحاول طيب وكبروا شوية إيه برضو المنصوح وإيه اللي ممكن يتعمل لهم يعني ست سنين سبع سنين لا إحنا ست سنين سبع سنين إحنا لسه برضو بس أنا دايماً أقولهم كل حاول ليه وقت معين نعالجه فيه يعني في حاول لو حادتك معرك توشي عند سنة سنة هيعمل كسل في حاول لو حادتك معرك توشي عند سنة أربعة سنين هيعمل كسل في كل أعمار أقل من تمن سنوات أنا بقدر على الجسل بطبعاً يعني بضغط على عايان وبعمل أطفلو بعمل تمرنات وبيلبس نضارة الآن التمانية نقدر نلحق نقدر نلحق ولكن طبعا أحسن حاجة أن كل حاول بيتشخص وبيتعالج في الوقت المناسب لي أنا ممكن أعالج كسل أوصل بالعلاج لستة نشر طيب محررك لو عالكته في وقته هتوصل لستة ستة بالعلاج يعني فهم حدرتك إزاي؟ يعني أخذ نتائج أفضل كل ما اخترت توقيت أفضل كل حاجة في وقتها بالزبط لأن كمان خلي بال حدرتك هو العين مش رؤية ستة ستة وستة نشر لا ده في وظائف متقدمة في العين اللي احنا بنشوف بيها الحاجات المجسمة والحاجات الدقيقة والألوان بالزبط خلي الطفل بقى يقدر يطلع جراح يقدر يطلع طيار يقدر يطلع مهندس ما تتحكمش من حاجة كان نفسه فيها ما تتحكمش وظائف العين اللي فقدها في الكريم بتاعه أنا ما أقدرش طبعا أقابل حضرتك في الحلقة وسيب بقيت أمراض عيون الأطفال حضرتك استشارية في هذا المجال واتكلمنا كويس عن الحاول هل في حاجات تانية مهمة تحب تتكلم عليها في أمراض عيون الأطفال وتنصح بيها الأهل أنا أنصح كل يعني كل أب وأم بيجي لهم بيبي إن هو يروح يعمل تشاك عند دكتور عيون الأطفال في أول شهرين أول شهرين أول شهرين ثلاثة ده الملضوع ده ما قمليش على بال حد لا بس أنا أنصح طبعا يعني المفروض أن يتقدم بقى فيه سوشيال ميديا وبقى فيه برامج توعية يعني يمكن ده زمام كانش بيحصل بس المفروض دلوقتي يحصل لي عشان أنا لولا قدر ألالا كان العيان الطفل عنده مية بيضة مية زرقة ضغط العين ضغط العين أو المية الزرقة يعني أتحط في الحضانة يعني فيه حاجات كتير قوي يعني تفاصيل مفروض هو بيعمل زيارة لدكتور عيون الأطفال زي ما بيعمل زيارة لدكتور الأطفال أطفال العجل بذلك يعني أنا بنصح يعني الأباء والأمهات بده بنصحهم كمان أي حد هلاقي حاجة مش طبيعية على الطفل هيجي يعني بيقرأ بالتلفزيون بيبربس يعني حاسة أنه هو مش مركز قوي مش منتبه معاها طبعا أنا مش مفروض أن أسيب الأعراض تظهر على ابني عشان هو ماستناش ماستناش مش المفروض أنا مفروض عشان الطفل ما بيقدرش يشتكي الطفل ما بيعرفش أنه هو مش شايف كويس خلي بالك يعني هو بيعتخد أن كل الناس شايفين كده زي ما بيشتكيش إلى الطفل اللي هو كان شايف حلو وفجأة بقى شايف وحش أنا لبست نظرة الأول مرة أنا مايوبك آه تاني إعدادي فسألت بابا قلت له هي الناس كلها بتشوف كده أيوة بس كان بالنسبة لي حدث يعني تفاصيل الصغيرة ما كنتش بشوفها بذلك هما بيبقاش فاهم من هما يعني هو شايف أن الناس كلها شايفة الدنيا مزغلالة وشايف أن ده ترؤية طبيعية فمش لازم أنتظر يعني أنا رأييي مش لازم أنتظر أن ابني يظهر عليه أعراض طيب ونسبة التلفزيون بقى عشان ده سؤال شائع لكل الناس اقتراب الطفل من التلفزيون هل ده في خطورة على نظره؟ آه لا لأ طيب كويس لأن الناس دايما ابعد يدني عن التلفزيون نظرك هيروح بالتلفزيون يعني ما فيه زي السؤال بتاع الكمبيوتر وبتاع الكمبيوتر بياخد العين والنظر هو اقتراب ويمكن يديني استنتاج أنه مش شايف كويس مش شايف كويس فروح أقس له النظر بزدب وفيه ممكن حق طفلي بقى بيقرب وتيك تعمله تشاك يبقى شايف زي الفل بصوى يعني بيحب يرأي بيحب الحاجة كبيرة آه بزدب بشكرك جدا يا دكتورة هيبة على وجودك معنا النهاردة وبشكرك على معلوماتك اللي كان فيها دعوة للأمل والتفاؤل أن كل مشكلة صحية في عيون أطفالنا بإذن الله ليها حل وعلاج طبي وأنا بقول لكم على طول خلوا الأمل دايما موجود حلقتنا لسه ما خلصتش نطلع لفصل سريع ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا استنونا